موسيقى ونسهل على الناس اللي ما عرفاش تحسب النسبة المئوية هنا غدي نجيكم للتقسيم بحالة كل واحدة فيكم تفهموا وسهلوا عليكم حاولت نشرح لكم التقسيمات ديال خبراء كبار ديال الاقتصاد وديال التسيير وديال الناس عندهم خبرة في هذا الشيء ومعروفين في العالم غربيين بما أنه نحن في المغرب الراتب أو الدخل ماشي بحال الدخل الغربي الأمريكي أو الأوروبي أو الكندي والياباني هنا غدي نمشي على الرواتب المغربية اللي هي مرات كتكفي ومرات ما كتكفي وديال كل أسرة هنا حبيباتي الغاليات وولادي الغاليين غادي نمشي لكم ونسهل عليكم هذا الأمر هذا عيت هذه الأيام كل شي كنت كان أدرس وخا راني القناة ما غاديش نمشي لها وخا البنات اللي قالوا لي أطرح الشاح تدى في الانتخابات ما غاديش تقول لا لا أنا قناتي هي الأولى وأنتم هما اللولين أولادي وأنتم هما عرفتوني على هذا العالم وأنتم هما لسانتوني وأنتم هما لطلعتوني ووصلتوني هنا وأنتم هما لخليتوا الناس تعرفني لهذا حبيباتي الغاليات أنا همتما هم اللولين إن شاء الله وما غاديش نتخلى عليكم وأنا معاكم كل صباح إن شاء الله إلا إذا كان شي عائق صحي هل يجيب إن شاء الله حبيباتي الغاليات دابا كنت كنقسم لواحد سيدة أنا أصلا هذا الموضوع كنت كنقض دائما عليش حال هذا ولكن كنت قلت باللاتي خليني دابا نحط لهم إن شاء الله بما أني حطيت لكم الجدول دي لتقسيم الميزانية قلت اليوم خليني قد دوله بضع عاد نسجل هاد تقسيم هذا ولكن بما أني كنت كان قرأ الواحد سيدة هنا غادي نجبت لكم السؤال دي لها ها هو كتقول لي أنا الزوجي لي إلا ما عندوش مدخول مهم كي يشد مياد درهم في النهار هاد الزوجي لها كي يشد بلاتين صغر لكم باش تشوفو كي يشد مياد درهم في النهار أو تقريبا 150 درهم أنا حطيتها مياد درهم باش باش هذا لينا مياد درهمية الأغلبية 150 درهم يعني مرة تكون مرة ما تكون المهم مياد درهم كاينة عندها ثلاثة دي لأطفال وهي وزوجي لها يعني خمسة دلأشخاص هاد الأشخاص هادو قلت لك يعني مياد درهم في النهار قلت لك يعني مياد درهم في الشهر إذا كي يخدم الصبت والحد أنا ما قلت ليش نوش كي يخدم الصبت والحد ولا لا يعني تقدر توصل أقل من مياد درهم في النهار من 3000 درهم للشهر إذا كان الصبت والحد ما كيشتاعل هنا حبيباتي الغاليات قلت لك عندها واحدة ابنية كتقرف المدراسة ب800 درهم هذا 3000 درهم إذا جاءنا نقسمه نحيضه من 800 درهم كل شهر هذه الدراسة دي لهادة البنت هذه ظلمة هذه الأسرة هذه علاش ظلمتها لأنه كان يبقى جوجلوليدات إذا جاءنا نقروها دوك جوجلوليدات وقرين بكل واحد ب800 درهم إذا بإلى وصله رأى هذه الأسرة هذه معنداش باش تعيش رأى غادي تولي معنداش باش تعيش أمتوني بلاتي نحسبوها دابة 800 درهم مضربة في ثلاثة 800 ها هي مضربة في ثلاثة عندنا نايا 2400 درهم في الشهر يعني أكثر 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 من النص ثلثين وأكثر من ثلثين ديال الرات يبغي يمشي غافة الدراسة ديالوليدات الدراسة ديالوليدات شي حاجة مهمة ولكن راه ماشي ضروري باش نعطوه هاد المبالغ كاملة إلا راقبنا الوليدات وقريناهم في مدارس عمومية اللي هي دائرة الدولة بالمجان كان خلصوا غاردة كلاسورونس في البداية ونشروهم الكتوب ديالهم وراقبوهم وتقلص الأم معاهم وتدرسوا الوليداتها في الضار من اللي يكونوا صغر لا تحتاجيش جيبي معلم إلا كنتي قارية كنتي ما تقدريش تقري وليداتك غادي تشدي معلم في الأسبوع أو أستاذ أو شاب أو شابة من جيرانك عندهم يعني طالله الدرالي اللي ما عندهمش مخداميش ويجيبيه للدار عندك قدام عينيك ويقرر لك ويدير لك ليداتك سوايع مثلا بمية درهم الأسبوع مثلا كل حصة بخمس وعشرين درهم ولهذا ربعة خطرات في الأسبوع وثلاثة الخطرات والأب دياله يستمعها شوي وتحيدي الطابلت وتحيدي التليفون وتحيدي البيسي على الوليدات وتخليهم يدرسوه وتعطيهم الألعاب اللي هي تشريلهم تنمي الذكاء وتعطيها الرسومات وتقريره القصص وتحيدي عليك التليفون وتعيش أسرتك هنا أنت تعيش في المستوى ما نقول لك تحت 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 خط الفقر و الكراءة 500 درهم وأش والأز أش لازم للأطفال 500 درهم ولوازم الأطفال 500 درهم يعني عندها 1000 درهم على 800 درهم بلا تنحيدها من 3000 درهم إلا يخدم الصفته لحد دراج لم يعرفنا كيف يخدم الصفته لحد 3000 درهم ناقص 800 درهم للشهر ناقص 500 درهم ناقص 500 درهم ناقص 500 درهم ناقص 500 درهم لاوازم الوليدات ماذا يبقى لهذا الأسرة؟ 1200 درهم ماذا منها الادخار؟ ماذا منها الملابس؟ ماذا منها الأكل؟ ماذا منها الشرب؟ ماذا منها الصحة؟ ماذا منها العيد؟ ماذا منها؟ ما يمكنش يعني عندنا 1800 درهم للشهر والتي نعودها؟ سوف نحسبوها ونشوفوه ماذا يبقى لهذا الأسرة التي تتكون من خمسة أطفال من خمسة أشخاص ثلاثة الأطفال و أم و أب إذا يخدم هذا الشخص السبت و الحد عنده 3000 درهم كان ما يخدم السبت و الحد نهاية الأسبوع في الشهر سوف تكون 3000 درهم لأنها كانت لك يشد يا الله 300 درهم في الشهر نحيده منها 1800 درهم نعقص 1800 درهم دراسة البنت 500 درهم لوازو الأطفال 500 درهم كرة تبقينا 1200 درهم 1200 درهم إذا حيدنا منها الأكل والشرب وحيدنا منها الملابس والصحة لأننا لدينا ولدات يمرضوا و يمشوا للطبيب وحيدنا منها المحفاظات و الكتب وحيدنا منها الضو ومصاريف ثابتة من غير الكرة مصاريف ثابتة ربما تكون كاتبية مصاريف أخرى هنا لا مصاريف ثابتة وحيدنا منها المال وطوة والتليفون نحيده منها 1200 درهم الملابس العيد رمضان الإصلاحات طواري ضرف الادخار لا يمكننا هنا تدخلوا ليداتكم في متاهات سأقوم بحالة تقسم الرواتب الرواتب البسيطة الرواتب تحتها 5.000 درهم تحت 7.000 درهم 6.000 درهم 5.000 درهم 4.000 درهم 3.000 درهم تحتاجون 1.000 درهم 5.000 دروها pretty 5.000 درهم هنا سوف نشده الراتب سوف تحسبي عدد أفراد الأسرة خمسة الأشخاص سوف تجمعهم في شخص واحد سوف تقولون عندي واحد عدد أفراد الأسرة سوف نشده عدد أفراد الأسرة سوف نشده منهم واحد الطفل يشده 800 درهم سوف نشده بأفراد الأفراد سوف نشده بأفراد الأسرة سوف نشده بأفراد الأفراد سوف نشده المصاريف التابتة ثلاثır 5 سوف نقوم بأفراد Weha مصاريف الخاصة 6 و سوف ندعو المصارف للإدخار عن 6 القرعة 7 و 8 يعني عندنا هنا خمسة تقسيمات على السادس هو ديال بنت الكاتقرات 800 درهم على الأسرة هي 6 التقسيمات إلاش دينا هذه 3000 درهم وقسمناها على 6 سوف نمشو هنا 3000 درهم قسمناها على 6 تعطيناها 500 درهم للفرد يعني هنا خصنا نحط 500 درهم المصاريف الثابتة ما بين الكرة ما بين ضو ما بين هذه السادة هذه تعطي في الكرة بوحدة 500 درهم يعني هنا حكينا واحد الخاطئ في هذا التقسيم هذا إعلاش لأن هذه البنت كتقرف بواحد الميزانية ماشي ديال الميزانية ديال الأسرة ديالها كتقرف بيت ما عندوش ديال الإمكانيات كتديروا بحال هكا كتجو مثلا بلتي خلي نكملكم على السادة نجي نقسم نوريكم بحاله تزيدوا المصاريف 500 درهم ديال المصاريف في البيت وش 500 درهم ستكفينا في الهريف البوطاف الخضار والفواكيه واللحم والدجاج والحوت والبيض والعطرية وهذا وضرف ديال الطواري ديال المطبخ نقولوا قاعدة في الطواريح اضطينا لديك الجي وش ستكفينا 500 درهم هذا الخمسة الأشخاص لا ما تكفيناش يعني كاين خطأ نجونا المصاريف السنوية 500 درهم نقولوا ستكفينا في المصاريف السنوية يعني ديروا 100 درهم الصحة 100 درهم 100 درهم و 100 درهم و 100 درهم صحة والملابس العيد رمضان والصفر هنا خمسة ستكفينا عندناها 500 درهم على خمسة هيا هذه هنا ستكفينا لانه السنوية هذا يلا ما عندهم تأمين يلا كانت تأمين كانت في مصاريف السيارة إذا كانت مصاريف سيارة لا تكفيهم ولكن هنا 500 درهم ستكفينا في هذا الأضريف الخامسة إذا كانوا لدينا 5 الأضريف المصاريف الخاصة 500 درهم كافية خمسة الأشخاص كل واحد مئة درهم تصوروك إن عندهم واحد البيبي مثلا يرضع الحليب و يدير ليكوش ما ستكفيهم نذهب إلى الإدخار والقرعة والطوارئ 500 درهم ستكفيهم 500 درهم المفروض خاصة بدخل الإدخار الكبير لأنه أعلى شي حاجة عندهم هي 500 درهم مثلا والقرعة خاصة ندير لها 250 درهم والطوارئ ندير لهم 150 درهم أو 100 درهم يعني حبيبات الغاليات هنا هذا الطوارئ هذا هي الإدخار المتوسط أو الصغير القرعة درناها هنا عكسنا أما هو المفروض الإدخار الكبير الإدخار المتوسط والإدخار الصغير والطوارئ سيأتي في المصارف المصارف هذه المصارف ولكن ما لديهم ما لديهم 500 درهم فهمتوني؟ هنا 500 درهم خمسة الخطرات وعلى البنت هي السادة هي 3000 درهم ما كافياش هذه الأسرة الأسرة هذه تحت خط الفقر بدرجات يعني هنا من الذين نجندروا هذا التقسيم هذا هو الغد يورينا واشنا قدروا نقرروا وليداتنا في مدرسة خاصة هذا غير واحد وما رأى عندهم ثلاثة دلوا وليدات يعني إلاجوا يقرروا هذلك ثلاثة رأى كارثة كوبرا يعني هنا هذا المصروف ديالهم خطأ راتب قليل أفراد الأسرة بزاف تبارك الله والتقسيم ماشي صحيح لأنه البنت قد ضلم خوتها ولكن التقسيم ديال الوالدين ظلموا روسهم وظلموا وليداتهم الأخرين فهمتوني؟ بحلاش غدينديروا هذ التقسيم؟ غدينجو دعبة نحطوا الراتب قلنا هنا ديال كل شي المتتبعات القناة غدينجو راتب ديالكم غدينجو أفراد الأسرة ديالكم إلا كانوا أفراد الأسرة كلهم مثلا الأب ما عندوش سيارة الأم ما عندهاش سيارة الوليدات المدرسة كي مشوا المدرسة سوى خاصة أو مدرسة مجانية على رجلهم يعني ما كينش ترونسبور يعني إلا كان هنا ترونسبور عند شي واحد غدينجو تقسيم غدينجو هنا غدينجو نديرو له حتى هو التقسيم دياله غدينجو مثلا غدينجو تقسيم دياله رجلو كان الأم ديالهم عندها حتى سيارة غدينجو تقسيم ديالها كان الزراني كيقروغم درسة خاصة ويخلصوا عليها حتى وما دلو التقسيم ديالهم يعني غادي تولي عنا واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فانتو بحي لاش كتهزوا هاد افراد الاسرة كانوا كل شي هاد افراد الاسرة ما عندهم سيارة كيمشوا لمدرسة عاديا ما كيخلصوش عليها كيتحسبو بفرد واحد يعني التقسيم غادي يجيهم بفرد بحي الفرد واحد علاش؟ لانهم غادي يخلصوا الكرة كل شي هنايا غادي يوكلوا كاملين هنايا غادي يحطوا المصارف السنوية كاملين هنايا المصارف الخاصة ديالهم كاملة هنايا والقرعات كتخصهم كاملة هنايا يعني عادي تقسم الراتب على خمسة كان عندهم شي حاجة سيارة ترونسبور دراسة بالفلوس كيرا مثلا طالب كاريلو كان خلصو علي الكرة وكان خلصو علي خلصو علي تحطيه هنا وتقسمي تقسمي الراتب على هاد الاشياء هادو ومن اللي تحطيه في الخانة ديال هذا وكيجيك المبلغ اللي قسمتي مثلا على ستة او على سبعة او على ثمانية وحطيتي هنايا كيجيك مخلص هاد المصارف الثابتة راه عندك صحيح صافي راه عندك صحيح يعني هنا فيه الكرة فيه الضو ماشيل هنا إلا كان فيه الكرة إلا كان غير الموض الضو والتليفون إلا هنايا هاد المبلغ هادا غادي نحطوه هنا غادي نجوه هنا غادي نبدوه بمصاريف البيت هناك كان عندك الكرة وتعالى تقسيم جدتك مخرم تدعى هذه الخانات ولكن لا توجد الكرة تrontasia الخانة و تضعها هنا أو هنا يجب أن تحصل المصاريف البيت هنا لأنه بعد المصاريف الثابتة قم تتحصل المصاريف الثابتة في هل يمكن أن تصل الى المصاريف السنوي و تقسم المصاريف على الشهر بحال التقسيط المصاريف الخاصة لا تدهق المصاريف الثابتة إلا إذا كانت أسرة عايشة في البدخ تشري ملابس براندات و تسوكل في المطاعم و تضيع الفلوس الأكبر ميزانيات هما هادو عندنا إلا كان الكرة تكون هذه الكبيرة كان ما عندناش الكرة المصاريف في البيت من اللي نشده هذا الراتب و نقسمه على هاد الخانات هاد الخانات خمسة و نزيدوهم الخانات إلا كان الأب عنده سيارة كتجي خانة هنا و نديرو فيها مصاريف سيارة كانت الأم عندها سيارة كنديرو خانة أخرى كنديرو مصاريف السيارة الثانية كانوا الأولاد كيقرؤوا في مدارس بالفلوس كنديرو مصاريف مدارس الأولاد كتسمى خانة غادي نجو هنا غادي نقسم هاد المصاريف هادو كما قلنا من اللي يجينا نخلصينا الكرة والضوء والماء والتليفون والأب و يا أب مثلا كتعطوه الأم و أبي لك كتدلوا خانة بوحدة ما كتدلها مصاريف ثابتة ردوا باكم المصاريف ثابتة ديال البيت كيدخلو هاربعه ديال الأشياء الضوء و تليفون و الانترنت و الكرة المصاريف اللي كانوا نعطووه الوالدين تلكم التقسيم أو أوقع يضعونه هنا ولكن هنا لا هنا خاصة نقسمه على نسبه مئوية عندك مصاريف المصارف هنا و لكن هناك القنوة لدينا الكرة لدينا البنك� بالطريسة من لنقسمه هذا الراتب يخلص مصاريف الكرة وضو الماء والمصاريف التابيطة كاملة رانا مشين صحيح غادي خلصنا مصاريف البيت غادي خلصنا مصاريف السنوية لنعن فرقوا مصاريف البيت رافيها لأكل الشرب الغاز النظافة فيها كل ما يخص البيت اللحوم الدجاج للغاز كل شي وظرف الطوارئ المصاريف الخاصة هي الحمام الحلاق مشين مصاريف الملابس الادخارات كتكون عندنا الادخار الكبير الادخار المتوسط والادخار الصغير الادخار الصغير هو القرعة طوارئ كتجي هنا ولكن أنا قسمتها ادرتها الطوارئ هنا على حساب هذه الصيدة اللي عندها ميدران في النهار كتديري هنا ثلاثة الادخارات وهنا كيني الطوارئ في المصاريف ثابتة فهمتم معي مزيان يريد تكونوا كلكم قدامي ونفهم باش كل هنسولوه كل هنفهمو كل هنعطيه قسم لي الراتب دياله قدامي باش نشوف واش داك شي ماشي صحيح هذه التقسيم الصحيح اللي كيعطوك خبراء الاقتصاد غيرهما كيستعملوه بنسبة مئاوية على حساب لأنه الرواتب عندهم عالية فهمتوا احنا هنا يا أنا درت لكم بسط لكم بقيت كان نقلب نقلب الطريقة باش نبسط لكم باش كل الواحد يعرف يقصة مراتب دياله غادي تقلصين تيو الزوجيالك غادي نحط لكم هاد النموذج هذا في في القناة واللي بغا توعود تاني ترسليه على الخاص بحال رسوليه البنات وغادي نصيفط لها هادوك الصور ديال فيديو السابق ديال تقسيم المصروف للأسف مسحتهم واخويت كنت سلت المهمالات ما بقوش فيها ولكن غادي نعود نقدهم بحالهم كون صيفطهم البنات اللي صيفطوا لي على الخاص رسول صيفط لهم الصور ديال الشاشة ولكن نصيفط لهم هاد الورقة هادي باش يخرجوا عليها المهم نتمنى تكونوا فهمتوني غادي نعود مرة أخرى حبيباتي الغاليات الراتب كنشدوه وكننحسبوه عدد أفراد الأسرة واش خمسة واش تأكم مكانوا بي بي مراة كبيرة جداك جداك معاك كل الأفراد كيتحسبوه بشخص واحد إذا ما عندهم مصاريف تخصهم هما بحال كينا معاكم الوليدة ديالكم وكت عندها علاج مزمن يعني عندها واحد المصروف ديال العلاج ديالها ديال المرض مزمن هذا المرض المزمن كتدري له واحد راتب كل شهر اش كتدري كتتحزيها كتحطيها فخانة مبقاتشنا معا هادو غتتحسبوها بخانة بوحدها لان هادو دبكال كتحسبوه بخانة وحدهم وخصتها وخصبعها وخصت منيا علاش ولكن خاصك تشوفي المصاريف ديالبيت واش غتكفيهم المصاريف ديالبيت إلا كانوا مثلا الأفراد الأسرة ستا سبعات من هادو الأشخاص خاص مصاريف ديالبيت تكفيهم لأنه سبعات الأشخاص ماشي بحال ثلاثة ماشي بحال جوج فهمتوني البنات نتمنى تكونوا فهمتوني إلا ما فهمتوني قولوا هاي في هذا الفيديو نعاود نشرحوه أكتر وأكتر ونوضح أكتر وأكتر واني بيكم راي نحبكم كامل